أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تشالنج على راديو هواها بطريق خلال شهر رمضان المبارك تشالنج النهاردة حيكون بعنوان لأن تخطئ في العطاء خير لك من أن تصيب في المنع أنت عارف أنه النفس البشرية ملقانة بالآفات ومن أشد الآفات دي على النفس مسألة الشح والبخل والحرص ناس كتير النهاردة للأسف الشديد ماشيين بالمبدأ اللي بيقول اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع مع أن المبدأ ده في خلال بالغ للغاية على فكرة لأن الله تبارك وتعالى تكفل بعدم نقصان المال من أي صدق فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة لا أقصم عليهن ومنها ما نقص مال من صدق اوعى تفتكر أنك لو طوعت نفسك البشرية اللي للأسف جواها آفات منها الحرص ومنها الشح ومنها البخل أنك ساعتها هتكون كسبان لا والله بالعكس بيكون ساعتها الخسران صديقك وحليفك والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على أن المال مستحيل ينقص من الصدق فلا تطاوع نفسك فإن مخالفة النفس لهي النجاح معلوم أن النفس البشرية خد بالك محتاجة تزكية بالغة وإوعى تنسى أنك بتعامل في كل كبيرة وصغيرة وكل فعل وكل قول بتعامل لربك عز وجل وربنا عز وجل أمر في القرآن فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في صورة إبراهيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال فأهو خد بالك في أمر مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر العباد الصالحين المسلمين بأن ينفقوا مما رزقوا سرا وعلانية وقال جل وعلا في صورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله وقال سبحانه أيضا في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقال أيضا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقال سبحانه في صورة التغاب فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون واخد بالك من التوجيه والأمر الأخير ده ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولو تدبرت أيضا في الأحاديث الدالة على فضل الصدقة ستجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدما فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدما فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فشوف هنا خد بالك خطير الحديث ده لأنه فيه ترغيب بالغ للصدقة حتى لو بنص تمراية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا لكل يعني عظيم في النفع لنا ورغبنا في الصدقة لأنه عارف أن مسألة الصدقات ممكن الإنسان يدرك بيها من الفضل اللي فيه أعمال تانية يعني مش هتصل لفضل الصدقات وخد بالك أيضا سيدنا عمر رضي الله عنه قال ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم فشوف حتى الصحابة نفسهم والأثار الجميل عنهم في فضل الصدق ولو تدبرت على فكرة هتجد أن الكلام دوا بديه للغاية يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصدقة دي بتطفئ غضب الرب وتطفئ غضب الله سبحانه وتعالى فقال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى وقال أيضا في حديث آخر عن فضل الصدقة أنها تمحو الخطيئة وتذهب نار الخطيئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار وقال أيضا في حديث آخر أن المتصدقة يجي يوم القيامة في ظل صدقته فقال صلى الله عليه وسلم كل مرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس فإنت متصور الأجر العظيم لمسألة الصدقات هنا في الدنيا والخير اللي حتشوفه لنفسك فيه الأخرة لا دا لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فلك أن تتصور أن بالصدقة تكون بإذن الله واحد من السبع نمازج اللي ربنا بيظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله أيضا جاء في فوائد الصدقة إنها دواء للأمراض القلبية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه جاء أحدهم يشكي إليه قصوة قلبه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له ناصحة إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم وجاء أيضا في فضل الصدقة إن يوم القيامة في باب على فكرة من أبواب الجنة يدعى منه المتصدقون وخد بالك الأحاديث والآيات عظيمة للغاية في أجر الصدقات لدرجة إنه يعني ربنا عز وجل أزن في هذا الدين العظيم إنه اللي بيتصدق وصدقة جارية بالأخص دي بتتبقى يعني للإنسان كحسنة جارية حتى بعد موته والرسول صلى الله عليه وسلم أكد الأمر دو فقال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فعليك بالصدقة ولو بشق تمرة المهم تحتسبها للمولى عز وجل وتصدق على نفسك كتير قدر استطعتك يعني النهاردة الكلمة الطيبة صدقة على فكرة الابتسامة في وجه الآخرين صدقة النصح صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة سقيا الماء صدقة طعام الطعام صدقة أي فلوس حتحطها مثلا في بناء مسجد أو حتى كان بناء مستشفى أو بناء مدرسة حتى تعليمية كل دا صدقات وأبواب الصدقات على فكرة من أكتر وأروع مما تتصور فاكتاز التشالنج دوان وربنا عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وتاني بفكرك لأن تخطئ في العطاء خير لك من أن تصيب في المنع فنعم المال الصالح للمرء الصالح شوفكم الحلقة اللي جاية على كل خير يا رب مع تشالنج جديد والسلام عليكم شكرا للمشاهدة